نبدأ باستجال سجال الحلفاء كيف قرأت خطوات الوزير أو النائب جبران بسيلة الأخيرة يعني حاول يتواصل مع الرئيس بري بدون علم أو حتى لو ما علم ولكن بطريقة أنه حط حليفه حزب الله بالزاوية ومصر أنا المرشح وإذا نحن يعني تحديدا الكلمات التي قالها إذا نحن ما انتخبنا ما بدنا رئيس ما في رئاسة ما في رئيس جمهوري طالما نحن مقبلنا ولو اتفق الكل عليه تعرف المتالية اللي بيقول ما تلعب بالنار وتحرق صبيعك يعني المناورة التي قام بها جبران بسيل بزيارة الرئيس بري بالرغم من القول أنه هو طلبة أو السيدة فرح بري هي اللي أرادت أن يحصل هذا اللقاء بالحالتين يعني كلنا منعرف أنه ما في كامستري بالمرة بين الرئيس بري وجبران بسيل فهي قديمة هالكامستري مش موجودة وهو أول معارض وهي الكوميديا أنه من روح منقله أنه نحن عم نسعى للحوار وعم نعمل لقاءات تقبل الانتخابات الرئيسية وإذا حزب الله فرض عليهم أنهم يتحالفوا بالانتخابات لحتى يجيب هذا العدد التيار الوطني الحر لأنه ما طلعوا بأصواتهم طلعوا بأصوات حلفهم مش معنيتها أنه كل مرة بتسلم الجرة يعني هو الرئيس بري من البداية كان يقول لستو مع انتخاب الرئيس عون لأني لا أريد أن أنتخب رئيسين عون وبسيل بده هلأ أنه ينتخب بسيل وعمين يعني عم يتغطى بي الرئيس بري ليوصل رسالة إلى حزب الله يعني ليه هذه الخطوة دينته من تاني ما لا أظن أنه على طول عنده مشكلة جبران بسيل مع احترامي لأله ولا شخصه يقال دائما أنه شخص كثير زكي على راسه ولكن على طول مش بس أنه بصلته محروقة مثل ما قال أحد الزملان بيرح وأنما على طول ينطبق عليه أيضا ما يقوله الرئيس بري من طلب الشيء قبل أوانه عقبه بحرمانه بيقى يركض هو وعلى طولة مجلس الوزراء عم يعمل جولات انتخابية رئاسية وليست انتخابية برلومانية إلى أن نصطدم بالمشكل بقبر شمون وقعدنا على شهر لما كنا بال2019 بلل اجتماع طولة مجلس الوزراء ما نقدر نقر الموازنة فقط لأنه حضرته بده يفتول بده يرشح حاله ويضمن حاله أنه جاي رئيس جمهورية نعم طيب هذه الخطوات مش عطول بتصيب يعني ما فيك تعمل الشغلة ونقيدة بعدين بيحمل حاله وبيروح في فرنسا منه محضر رئيس الفرنسي منه بفرنسا لحتى يجتمع في ما كمين أوقات لما بتستعجل تعمل الشغلة لتفرجي أنه أنت منفتحي على العالم الغربي والعقوبات الدولية لن تصيبك بمصابن أليمي اللي هي ماجنتسكي اللي مش بسهولة بيقدر يطلع منها ومش بسهولة مثل ما يقال لنا أنه حتى لو عليه عقوبات بيقدر يجي رئيس جمهورية لا مشانو بيجي رئيس جمهورية مثل ما قال رئيسون بعضين عم نشيل العقوبات هاي ما بتمشيك بالمجتمع الدولي نعم ممنوع تسافر على أمريكا ممنوع تتعطي يعني على كل حال مين نلتقى هوني نلتقى ببعض اللي كانوا سفراء بلبنان هن الخلية أيمانويل بون وبرنار إمياي اللي نعرفهم كتير منها كانوا سفراء بلبنان وطيان الوطن الحر عنده بعض علاقاته داخل البرلمان والسناعة بفرنسا بس هيدول ما بيعملوا رئيس وبعدين المعطيات الدولية منا كتير لصالحه حتى ما يقال بالنسبة أنه عم يتوسط لدى قطر نعم بالنتيجة قطر صانعة الرؤساء في لبنان يعني حصلت مرة الماضي اتفاق الدوحة لأنه وصلنا لمرحلة بعد سنتين ونص فراغ رحنا عملنا الدوحة وتم انتخاب الرئيس ميشيل سليمين ولكن هذه المعطيات إلى ظروفة مش كل مرة نفس الظروف فيك تسقطية على مرحلة مختلفة بالمكان والظروف والمعطيات أيضا برأيك عم يتكل بهذه المرحلة إلى تضيع الوقت أو تمرير الوقت إلى حين أن الظروف تأتي كما أتت بعد سنتين ونص لرئيس ميشيل عون يعني شو اللي بيمنع هلأ ما يمره الوقت يمشي الحال مع الحلفاء تتغير الظروف الدولية ويحكى أن جبران بسيل حاليا الابن المدلل لقطر هذا ما يحكى من معلومات ما بعرف إذا صحيح ويرجع يجي جبران بسيل رئيس لك يعني يجي بالسؤال نفسه ولكن مثل ما سبق وذكرت الظروف ليست نفسها نرى أن جبران بسيل يحاول الضغط على حزب الله أنه أنتوا هذه المرة عملتوا كل شيء لحتى يرجع يجي الرئيس عون رئيس جمهورية ووضعته جانبا مرشحكم الآخر يلي هو سليمان فرانجي هلأ ليش هالمرة ما بتسيندونا ليش هالمرة ما بتكونوا معنا نحن ضحينا بالعاهد كله تحملنا 17-20 أنا تحملت العقوبات لأنه بسبب تحالف مع حزب الله أنا عم بخضع للضغوطات الدولية بسبب تحالف مع حزب الله هيدا بدقبط حقه حقه يقول هيك حقه يقول هيك وحق حزب الله الهيئة أنه ما يتعطى معه بنفس المنهجية لأنه لغاية الساعة حتى لما بيتحدث السيد حسن نصر الله ما بيحيلنا أنه مرشحه هو جبرا يعني بتوحي الاتجاهات أنه الهواء نوعا ما مواكس رايح نوعا ما باتجاه اسلامية فرانجية فيما يتعلق بأنه هو سيكون مرشح حزب الله ولكن ما ننسى أنه ظروف حتى من سنتين والأحرى أبل في 2014 منى مثل اليوم قبل كان عندهم الأكثرية في البرلمان اليوم حزب الله ليس لديه الأكثرية في البرلمان لو كان عندهم هذه الأكثرية كانوا طلعوا الرئيس وخلصوا يعني الحسابات منى مطابقة لحسابات البيدر مثل ما عامين إذا قدروا أنا عواليد جملات بيأخذوا الخمسة وستين وفي حديث أنه يتجهون إلى هذا الأمر حديث كثيري وأيضا تراجع نائب ميشيل معوض في الجلسة الأخيرة ربما بيقدر يحق يصب لاحقا بالنسبة للمستقلين مش التغييريين يعني مستقلين تحديدا أو النواب السنة كتلة نواب السنة اللي هي وازنة أنه تعطي إسلامين فرنجي إذا صار التسوية الكبيرة والباكتج الكبيرة حتى يقال أنه في ضغط على النواب السنة ربما من الخارج ربما من الرئيس ميقاطي باتجاه سليمان فرنجي ولكن الكتلة بحق زيتها على ما يبدو السنة اللي مجمعين حالهم بنوعا ما نوع من المعارضة اللي سموا أنفسهم السياديين الحياديين أنه معهم اثنين ارتوديكس ونائب علوي ولكن في أغلبيتهم من السنة ليسوا في هذا الاتجاه ليسوا في الاتجاه بالقبول بمرشح حزب الله لذلك ربما سيتم السعي بمرحلة ما إلى التوصل إلى مرشح ربما لا يحصل على فيتو أو يستطيع أن يجمع الغالبية في مجلس النواب بس هنا كمان في قصة الاجتماعات واللقاءات أو بالأحرى الاجتماع بمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية نعم صحيح هو الكورم بيكون التلتين ولكن لازم يكفي اللقاءات لتكفي هذه الاجتماعات وبعدين ممكن يطلع الرئيس بس يتأمن النصاب بالنصر يزوحد يعني حصل يقال أنه بالماضي كله على طول كان يبقى بالتلتين على رأسي وعيني كله بالتلتين الحضور ولكن بعدين ما مننسى أنه رئيس فرنجية يطلع على فرق نصوت لما كان بعده البرلمان تساو تساو هلأ نحن على كل تاني دورة يفرط النصاب هذا المقصود يعني أنه ممكن بإطار المناورة السياسية بإطار المناورة السياسية بتعمليها مرة بتعمليها مرتين ولكن مش بتعطل زمام الأمور بالبلد يلي بيقدر يرجع بالدورة التانية بس يكفوا الاجتماع يجيب 65 صوت خلاص فريق بيروح على المعارضة وفريق بيروح على المؤلد